اشتركوا في القناة اشتركوا في النواحي مسلسة تلقى لي ثلاثة هذا المنطقة ضربوني في شراء المنطقة حساسة تسببوني بدل معنى كاريته كاريته بالصح في ذلك كورية الخارجة شيء يقلب لي وشاد لك وشادنا ومعنى دوله سأقوم بمعامل شيئا أنا غير في ذلك الوقائت خائف الوقائت الذي خائف أريد أن أدفع على رأسي يجبض المنصخ الشافية يخرجون تحتنا وضعتني الارجانس وقفوا النازيف ولكن يخرج بإعاقة يجعلني مشكل كبير منطقة الوعرة بسببها قلت أن أقوم بعمل في سبيطار خارج وقلت لديكلاراسيون ضد المجهول لن تعرف كان من التمين لم أعرف أن تتحدث في وقائت الذي خرش لنفعل العملية قلت لنفعلها في سبيطار لكي تكون العملية جيدة أول عملية قامت بها في الدار لم يصدقها يعني خرش من العملية ومن بعد لم يكن إيجابية العملية الثانية قامت بها في مدينة مراك لأنه لم يكن لدي فلوس ثلاثة من الوليدة قد يحصل العوان قادية محاكة قلت هنا وقلت فراسي إنسان كان يقلبه طيب أريد أن نقوم بعمل العملية لكي أمكت تسلبت لك الفلوس كانت العملية وصلت إلى مبلغ تقريبا 5.700.000 فرانك الذي قالوا لي 5.700.000 فرانك لا تقوم بـ 5.700.000 فرانك وصلت إلى مليون تقريبا 1.900.000 فرانك لأن المشكل كان كبير من اللي أخذت لك الفلوس قلت بعمل العملية بالنسبة لي كانت العملية لا نجحة بقيت مريض في الداخل بقيت مريض في الداخل عودت عودتاني نصحوني قالوا لي أن تذهب عند طبيب كان في مراكش من بعد كانت عام و 3 شهر تقريبا قلت عودتاني العملية الثانية وقلت العملية الثانية تسلفت تقريبا قلت من 8 العملية الأولى ولكن كانوا ليسان تيري طالعين أخذت الفلوس وقلت العملية العملية الثانية مرة لا نجحة لا نجحة الثانية مرة كان لدي مشكلة في النبولة يعني لم تقابطي البول فهمتيني جيت هذا العام والعام الثاني قدرت نرجع شوية من الفلوس مع الفوائد دياله فهمتيني أو لا ولكن من بعد مرضت لي المرأة قلت العملية السياتيك كانوا صبح الله العظيم بثلاثة هذه العملية مع العملية المرة مرادفين بثلاثة واحدة من وراء واحدة يعني تقريبا العملية الأولى بينها غير عام وثلث شهور أو عام وربع شهور يلا نجح العملية الثانية لم تقوم بعمل 25 يوم قالوا لي عندها السياتيك عندها واحدة القراوش يزيد الصافي فقط الآمال كانت تقريبا العملية المرة يعني تقريبا العملية المرة وصلت إلى 17 مليون باللزان تاري في 2019 كانت عندي 17 مليون كانت 17 مليون لا تستطيع الناس يدفع لي الشيكات وطبعا مني ام بيو كانت تقريبا على حلول لم تجد الحل ونذهب إلى البنكة تسلبت واحد الكريدي ونخلصت وطلعت كنتمج لأنه لم تستطيع مجدد الكريدي والنس ومجد الكريدي في البنكة فهمت ما؟ من يتراكموا المرة الدويون بشيء وغيرا كانت خرابة ونسد بيضا نحل المشكلة المشكلة التي نحلها يقولون ثلاث المشاكل من وراءة ثلاثة أو شانية يقولون ثلاثة أخرين وغادة هكا الأخير دياله قبل أن العيد كبير دابا نضع لياها أصحاب الدويون كلهم تسلبت من عندهم كلهم نضعوا لي لا أعرف كيف سنقوم بها لا أرحموني لا يجب أن يضعوا لي في الليل لا يوجد وحدة الليل والدقان والضراب لدرجة أنني هنا مولين تضربوني واحد ثلاثة سلخوني هنا لا أرحموني الإنسانيات طاحت وانا السرقة كانت طاحت ثلاثة مرات ثلاثة في النهار كان سبابه الهرسة وقامت هنا في قامت الهرسة وقامت على الرغم وقامو بإنساني تماما كبيرة وقامت على المشكلة وقامت على الرغم ومشكلة ما عرفت من دير عند الساعة كانت مثلا كان قدر نضيب طاني واحد يوقف لي على مليون ومليون ونس كمشي ان اخده عدو احد اخر بججة المليون ديون كثيرات ووقفت الله غالب ما عرفت من دير بالنسبة للعملية الثالثة كان واحد السيد اللي يذكره بخير زعما هذا السيد هذا ما ننساش خيره هو امام دي القصبة هذا السيد هذا زعما انسان ما نعودش لك عليه ووقف معي وقف الرجالية تعاون معي في العملية اللولة كان شرالية الدواء وتعاون معي في العملية الثانية هي شرالية الدواء وزعمتها الله فيها واحد تالية اللي مكينهاش ووصلت بي الدرجة انني اقنت وبديت كنفكر في شي حويش خيبين اسمعتها والساد وكم يرد لي عقلية ويقولين على الشيطان والامر كلها ستمشي على خير ان شاء الله وما تخاف من والو رضيون ستتحيد وكانت تعاون معي في حلم دين حيدوا عليها ولكن الله غير دبال العملية الثالثة ماشي بزاف هذه العملية الثالثة كان واحد تسمى بومبينيس فهمتشيني؟ هذه اللي خاصة وانا بالنسبة لي العملية الثالثة موجودة لدي اهمية الاهمية اللي عندي دبانا ومولا ستشردوا لي هذا الناس الذين تسلفت عندهم ارمشي واحد تقريبا الى جمعتهم اللي كانت 17 او 18 واحد كلهم فرقين على كذا يعني هنا في اساس فا في قصبة العامل في حشفاتح في درميلة في حيل محمدية في عين سبع فهمتشيني؟ ووصلت تل محمدية انا تل محمدية تسلفت هذا الناس كاملين قال لي الرد نأخذ من عندك ذلك اللي كانت تسال انا نحيده ونزيد غير شيئا وبيع لي الدار وانا اضطريت حيث تعطيني اخر اجل هو الاثنين خاصة نتكاتب لا يزيدني شيئا يكمل لي حيث تفاهمني على الوحد ثامن وذلك ثامن ليس هو الثامن الاصلي للدار فهمتشيني او لا؟ يعني الدار ستغطي تقريبا تولوج منها وخاصة نعطيه ومع ذلك الدولي لا ستغطيه دوليه هو واحد السيدة من هؤلاء 17 الناس وما تبقى كلهم قاعديني 2016 النادبة تقريبا تطالع في 4 سنين ثلاث سنين وشي حاجة وراء صعيب بالنسبة لي انا غير شادراسي كان يعني كون دبانا ما شديت تراسي سأتعصب وغنطيح وانا بغيت نحاول نضرب شوية حتى الناس نوصل لهم المشكلة انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحسوا بيها ويعرفوني انني في واحد ضيق لمادية كبيرة بزاف وفي واحد الخطار لعندي ثلاثة هذه الوليدات ونشرد انا وياهم اه يعني تلك الشركة ما تقبلني كنت تجعل بيئة وشرا وتلك البيئة وشرا لك تجعل صغير سلعة وطحت كيد دولية تليفون طحت كيد دولية سمعت يا أستاذ انا كنتمنى من الناس الذين عندهم قلوب وستحس بيها انا كشاب بقي صغير و 42 سنة وتعرضت لهذه المشكلة ومن وراءها هذه المشكلة ولدت لي الكثير من المشاكل وهذه المادية وبسبب هذا انا سنضيع الدار وستمشي لي داري ووليداتي ستشرده وما سيجلقه فيه سيسكنه وما عندي شيء مورد اه كنتمنى من الله سبحانه وتعالى شيء واحد يدخل ويحنقلبه ويحلي هذه المشكلة ويتعاون معي ربي سيجازي كل خير